متحور أوميكرون يدخل بلداناً جديدة ومنظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتكثيف حملات التلقيح بدل غلق الحدود في الولايات المتحدة وصلت الحالات المكتشفة حتى الآن إلى تسع حالات مع احتمالات متزايدة بإحصاء المزيد ودخلت أستراليا أيضاً على خط الدول التي وصلها المتحور الجديد فقد اكتشفت حالة إصابة لدى طالب لم يسافر إلى الخارج وهو ما يعزز الاحتمالات بوجود إصابة أخرى لم تكتشف بعد كما أعلنت ماليزيا رصد حالة لدى مسافر قادم إليها من جنوب أفريقيا عبر سنغافورة وفي أوروبا التي بدأ المتحور يغزو مزيداً من بلدانها قال المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن نصف الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة بالقارة الأوروبية ستكون بالمتحور الجديد يأتي ذلك في وقت قررت السلطات الصحية في سويسرا فرض حجر على نحو ألفي شخص جنوب البلاد بعد اكتشاف حالتين تحملاً المتحور الجديد ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف المتحور الجديد في سرعة انتشاره وقوة الأعراض التي يسببها إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن احتمالات انتشار أوميكرون على الصعيد العالمي تبقى مرتفعة لا سيما وأن دراسة أجرها علماء في جنوب أفريقيا أكدت أن خطر إصابة الأشخاص الذين سبق لهم المرض بوباء كورونا مرتفعة بثلاثة أضعاف مع المتحور الجديد قياساً إلى متحور بيتا ودلتا وفي ظل شح المعلومات الدقيقة حول خطورة المتحور الجديد تسارع الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة بفرض قيود جديدة للسفر من وإلى دول إفريقيا الجنوبية وعزل الأشخاص المصابين مع اتجاه بعض الدول إلى سن قوانين لفرض إلزامية التطعيم ترجمة نانسي قنقر